ظلمنا أنفسنا في إيه؟ في أننا ساعدنا أنفسنا الأموارة بالسوء وساعدنا الشيطان على أن يجعلونا نعاني من الهشاشة النفسية والهشاشة الدينية أنا مجلس مع حد دلوقتي إلا وهو عنده سنة كآبة سنة رعب سنة قلق الناس خيفة على الأرزاق خيفة على الحياة خيفة خيفة وقلقانة ومتشككين درجة أن الخوف والقلق رح ضارف فأحس بالشك والتشكك فأصبحت السيولة الدينية اللي بنعيشها فيه سيولة دينية آه لازم نكون على قدر من مصالحها عنيك دي؟ آه فيه سيولة كان زمان أقولك حاجة كان زمان كلمة يا رب بيتعيد الإنسان إلى حضرة مولاوة تخليه حس أنه هو متمسك بحبل الله المتين كانت يا رب تخلي الإنسان حاسس أنه هو بيقول يا رب من تحت عرش الرحمن كان لما حد يقول باسم الله يحس أن الحياة بتترد ليه عندنا مشكلة عندنا قدر من الهشاشة النفسية المتوددة من الهشاشة الدينية والله مش هقدر أبرأ التدين الكم من اللي عملوا في نفوس الناس شكك الناس في حاجات كتيرة كانوا بيتمسكوا بيها كانوا بيتمسكوا بالفتحة فتفتح عليهم أبواب كتيرة فقللهم الفتحة ما تتقريش بس غير في المصحف لما تيجي تتلق كتاب الله لكن ما تقراش الفتحة عشان ربنا سبحانه وتعالى يبركلك ما تقراش الفتحة عشان ربنا ما إن رسول الله سلم علم الصحابة إن الفتحة دي تكون إيه تكون رقية يقول لك خلاص تبقى الفتحة رقية لكن يا أخي الفتحة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويوسع رزاقنا يقولك ما وردتش فأغلقوا على الناس أبواب كتيرة جدا 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 من السمود النفسي اللي بيسموا علماء النفس الريزيليانس السمود النفسي نواة يبقى صامد يقرأ الفتحة فيحس توكلته على الله يقول يا رب يقوله ما تقولش يا رب بس لازم تقول يا رب وتدعي هو مش محتغر بس يحس بمعية الله يا رب ده ذكر يقوله لا ما يكفيش الزكر بدون دعاء ما وردش وما لابنا قال له حقر النبي قل الله قال له قل الله بس قل الله الله يعني يقوله الله بس حاجاتك بقى من جنس اللي هو لما يقول كده صلي على رسول الله فيقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا فيحس ان فيه نفحة كده حس ان فيه نور كده هب في قلبه فبنا ابتلانا بالناس دي ويه كمان هبت على الناس كمان شوية حاجات كده راح تسلب منهم كمان هو احنا الوقت بنتعامل مع ربنا وساعدنا ايه في حياتنا لما احنا كنا مؤدبين ولكننا عندنا اخلاق والناس التانين فبدأت كمان لفحات التشكك تروح دخلا معا فالتقى فاتلقى المسارين من اسوأ المسارات اللي عبت على حياة الناس فالناس ده نخر في تدين الناس ونخر في تدين الناس ده بالشك وده باليسواس فالناس بقى عندهم هشاشة دينية فتيجي ذكرى الهجرة واحنا عندنا ده فاستسلم الناس لأوهام النفس انت الوحدة مين قال اننا الوحدي استسلم الناس لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيهتمش غير بالطائعين هم للعصاب يأكلوا ويشربوا منين ربنا سبحانه وتعالى ما بيكونش غير معا اصحاب الطاعة اللي على طريقتنا طب يا سيدي المشاركين اللي هناك اللي بينجحوا معاهم مين فالدنيا تتلغبط في رؤوس الناس فاصبح الناس حاسين ان ما لهمش ضهر ما لهمش سند ده لانه شاكك ان هو فين ما هيت ربنا وانا بتعرض لمواقف الصعبة والتاني انا مش لائق ولا مستحق ان يبقى معايا ربنا وعلى فكرة معاية ربنا محد فضل من الله معاية ربنا محدش اشتراها محدش بيدفع حاجة عشان معاية ربنا معاية ربنا محد فضل من الله واذا سألك عبادي عني فاني قريب فضل من الله فضلي من الله من غير محد يدفع فيها ولا اي شيء وعشان كده العبد للمولاه فتاة الهجرة واحنا في الحال ده